أول ما يفكر هيعدة فلوش أو لا أكون حصل لي من مكشب من وراءها أو لا هي حلوة أو مو حلوة جميلة أو لا هذا كل اللي يفكر بهذا مو أكثر أما أن هذه امرأة رح تجلب للشعادة رح تربي لأبناء رح تخلي لأسرنا ضيفة طاهرة ذنني ما يدورني بذهنا أبدا والمرأة قبل كل شيء هذا رح يحقق لي رغباتي أو لا هذا ممكن رح يهيئ لي الشيارة اللي أحتاجها أو البيت الضخم اللي أحتاجها أو المركز الاجتماعي اللي أحتاجها يضع أمام عينه هذه الأمور بغض النظر عن أن هذا الإنشان مشتقيم نظيف آدمي دفر الظن كلهن عنده لكن يجي آخر الليل ترنحه الخمرة ها؟ شتستفيد بها شنو هو؟ يجي ويحمل في داخله العهر والفجور والأفكار المنحطة والروح الخبيثة هذا يمكن يكفل للمرأة حياة سعيدة يمكن المرأة رح ترتاح وتربي أولادها في ظل أبوة نظيفة أو كريمة طبعا لا ما في شك طبعا لا إذن هذه الحاجة ينبغي أن تشد من المجاري النظيفة التي رسمها لنا الدين ورسمتها لنا الأخلاق لأن الأم والأب كل منهما طرف في بناء الأسرة طيب وإيه الولد رح ينتج اللي ينتج من جواج متكافئ وطيب ومجاري نظيفة قطعا رح يكون ولد نظيف رح يكون مهذب إلا شيء آخر إرادة الله إذا أراد الله عز وجل شيء يطلع عن النطاق الاعتيادي وحد لكن عادة هذه الأسش السليمة اللي نتوقع من عدها أن ينولد الولد وهو صالح